طيب خلينا روح مع حياك بقى لسؤول الانتقالات سريعا جدا احنا سمعنا يعني حقيقة يمكن بقالنا شهور بنسمع عن الانتقالات الصيفية وبنسمع عن اهتمامات قندية كبيرة جدا بأسماء معينة بعينها كمسة كبار الحقيقة يمكن التركيز عليهم بشكل كبير ميسي اللي كان عنده أزمة في بداية الموسم مع باشلونة وأعلن عن رغبته في الرحيل وتم الضغط عليه واستمر بعد اختيار لابورتا تتوقع انه يستمر ولقى عندنا كريستيان رونالدو اللي أصبح برضه محل شك انه هو يكمل مع اليوفي حال تنتهي مسيرته ولا نشوفه بيرجع لمنشستر يونايتد ولا البي اش جي ممكن يكون مهتم صلاح كان اسمه بيتردد امبابي وطبعا النجم النرويجي المتقلق مع دورتموند هولند واحد من الأسماء المرشحة بقوة للمغادرة في الموسم القادم المركاتو الصيف القادم هيكون واحد من أغرب أسواق الانتقالات في تاريخ القورة ليه لأن فيه أربع خمس أندية عندهم أربع خمس نجوم صف أول وكأننا هنعمل حالة تبديل وتوفيق بين هذه الأندية وبعضها باريس سان جيرمان عنده كيليا نمبابي خلاص هو وصل لمرحلة التشبع في باريس كيليا نمبابي عنده رغبة كبيرة أو أولوية أنه يروح ريال مدريد أعتقد ريال مدريد عنده أولوية كمان أنه يشتري نجمة من نجمين لأنه صعب جدا ريال مدريد علشان ظروف المالية اللي بتعيشها كل الأندية أنه يشتري النجمين هولند وإمبابي أخر حاجة يمكن أعلنها من 48 ساعة بالضبط أنه ريال عارض تمن لعيبة للبيع وبيرصد مبلغ في حدود 300 مليون يورو لضم إمبابي وإرلنج هولند الموضوع مش بس قيمة الانتقال المشكلة كمان هتكون في الراتب لأنه صعب أن ريال مدريد يوفي راتب ريال مدريد مش عارف يجدد لراموس علشان الراتب بتاعه فرق 2-3 مليون يورو ممكن يخلوا راموس يسيب وعندهم تجديد سانتاجو بالنبي واخد منهم خمسمائة ولا ستمائة مليون طبعا ده ما هذا المؤثر على الموضوع من بدري يعني هو ده اللي عامل الأزمة أصلا ما همش الفلوس بيجددوا ليه؟ لا بيجددوا عشان يجيبوا فلوس طبعا أكيد طبعا لو شفت طبعا أكيد شفت صور المشروع والعائد منه هيكون عامل ازاي؟ 600 مليون هيجيولهم يعني الله مضاعفة طبعا طبعا أنا روحت سانتاجو برنبي وعملت تور جوا تشوف التوابير عاملة ازاي؟ يعني ملايين حرفيا بتدخلهم شارعيا ما بالك بعد التجديد هيبقى عامل ازاي؟ محمد صلاح عنده رغبة دلوقتي أنه يسيب ليفربول لكن ليفربول متمسك به أنا أتوقع أن واحد من هالند ومبابي واحد فيهما يكون في ريال مدريد واحد في برشلونة قد يكون مبابي في ريال مدريد وهالند الأقرب برشلونة ليون المسي أعتقد أنه فكرة الرحيل بدأت تتقلص بعدما بدأوا يخطبوا وده في مفاوضات مع أجويره ولابورتو أعتقد كمان ممكن يقدم فروض الولاء وطع على مسي دلوقتي طبعا كل حاجة ممكن تختلف لكن بدأت يعني الرغبة زي ما برضه بدأ هو يعني حالته في الملعب تكون مختلفة وحالته النفسية بتكون مختلفة أعتقد أنه هيبقى هيستمر مع برشلونة كريستان ورونالدو يعني وضعه مش باين بس إذا باريس سان جرمان خسر كيليان مبابي وما قدرش يعوضه بصفقة هو ما طبعا عندهم تارجة محمد صلاح حاليا عشان كمان فكرة التسويق في الشرق الأوسط قد يتفاوضوا مع رونالدو ترجمة نانسي قنقر